مما لا شك فيه مما لا شك فيه أنه أي أب في الدنيا سوف يشعر باستياء شديد لما يلاقي نفسه مضطر أنه يقف أمام أبنائه في المحاكم داخل ساحات القضاء أكبر حاجة توجع أي أب أنه يتعرض لده لأنه أي أب أي أم في النهاية ما عندهمش أي غاية على الإطلاق سوى مصلحة ولادهم عارف دايما كان يتقلنا من وإحنا صغيرين وإحنا بنقول كلام ده لأولادنا دلوقتي اتنين بس اللي عايزينك أحسن منهم أبوك وأمك غير كده تقق يعني تقق اللي عايزينك بمنتهى الإخلاص أحسن منهم أبوك وأمك فتجد نفسك فعلا متقلم بشدة لما تشوف يمكن الواقعة الشهيرة والحدوتة الشهيرة اللي يمكن قتلت حديثا من شهور ماضية اللي تعرض لها الفنان الكبير الرائع العظيم المحترم الأستاذ رشوان توفي والناس كتير استغربت ناس كتير استائت ناس كتير بالتأكيد تعطفت بشدة وبقوة وبمنتهى الإخلاص مع الأستاذ رشوان في أزمته وتجد النهاردة أنه حصل رفض لدعوة ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق بل وإلزمها برد مبلغ 894 ألف جنيه خلونا ناخد معانا على التليفون للمزيد من الإضاحة والفهم الدكتور مجدي مهران محامي الفنان الكبير أستاذ رشوان توفيق أهلا بك دكتور مجدي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور عايزين نفهم معنى هذا الرفض يعني رفض دعوة ابنة الفنان رشوان توفيق ورد مبلغ 894 هو حضرتك سبقا أقامت الأستاذ آية رشوان توفيق الدعوة اللي هي صدر الحق فيها ضد والدها الفنان الخضير رشوان توفيق بصالب فيها بإلغاء توكيلين كانت قد أصدرتهم لصالح والدها لأجل أن هو يستخدمهم في إدارة الأموال اللي هو أوضحها بإسمها في بنك مصر وفي العقارات اللي كان بيشريها بإسم أولاده والحقيقة كان تعود الفنان الخضير رشوان توفيق حباً تأولاده أنه دايماً منذ فترة طويلة أنه كل ما يكتسب أموال أو يدخلها كان يوضحها بإسماء أولاده أو زوجته الله يرحمها أو ابنه توفيق الله يرحمها وبعدين ممرور الأيام هو كان الشرى الثلاثة دات استثمار بالمبلغ اللي محكم به له 864 بإسم ابنته آية على أن تقول هذه الأموال لابنته بعد حياته وهو يستفيد من العائد الشهدي لكمل به حياته في العمر اللي احنا بنقول عليه العمر الطويل ربنا هو فوجئ بها قامت بإلغاء العائد الشهري من الشهدات دي اللي هي مأسوعة بأمواله الخاصة وتحت سطر هذه الموضوع على السبق وأقامت الدعوة بإلغاء التوكيلات دي الحقيقة الدعوة دي هي تدورة المحكمة واحنا باعتباري أن أنا الوكيلة عن سنان القضاء كنت قد كلف بالحضور أمام المحاكم للدفاع عنه للدفاع عنه بناء على تكريف من ابنته للحضور والمصول أمام القضاء اللي المفروض هو موضوع دهوة كان يحال داخل هي الحقيقة رفضت هذه المحاولات اللي احنا بنادغوها فيها للصلح دايما واستمرت في التقاضي فعنات في الخصومة فإصر الوالد أن هو طالبها برد هذه المبالغ في دعوة فرعية من الدعوة الأفري وتدورت الدعوة في الجلسات حتى صدر يوم الحمد الحكم بإحقاق الحقيقة ورد اعتبار للفنان القدير والحقيقة احنا بتستغل هذه الفرصة وبرضو بقى نادي للأستاذة آية بأنها تروح تجبر بخاطر الوالد وتبر وتحسن إليه كما أملنا الله سبحانه وتعالى بالله وتحل المشكلة دي برضو في بيت العيلة حتى لا يزداد ألم الفنان القدير في جهود ابن طيب دكتور مجدي هل هذا الحكم هو حكم نهائي ونافذ هو الحكم لما بيصدر بيبقى فيه فترة 40 يوم يحق لها أنها تطعن فيها بالاستناف وبالتالي لا يكون ناسزا إلا بعد استنفاذ طرق الطعن في الحكم فإحنا لسه بعد 40 يوم إذا هي استأنفت وده أكيد هتستأنف مدام لم تصدي الدعوة المحبة والصلح والوداد مع الوالد فأكيد هو تستمر في العنط الخصومة وتعمل الاستناف خلال 40 يوم طيب برضو معلش أنا بس بأثقل على حضرتك إذا افترضنا أنه ربنا يخلي حضرك يا دكتور إذا افترضنا أنه مرت الأربعين يوم ولم تتقدم الأستاذة آية بطلب الاستئناف أو أنه يعني ما عملتش حاجة خلاص كده كده يعتبر الحكم نافذ ولكن هل هناك أي توابع لهذا الحكم القضائي هل هناك أي توابع لخلافات قانونية أخرى بين الأستاذة آية رشوان توفيق وما بين والدها الأستاذ رشوان أيها طبعا هل هناك وضع أكيد لأن هي سبقا أقامت دعوتين تانين الدعوة محدد لها جال في يوم 28 للحكم بتطلب فيها بطلان عقد اسم الشليهات الأربعة اللي هو كان تم بناء على التوكيل الصادر منها للوالد وأسست ذلك على الأسباب بتاعة الدعوة الأولى اللي هي صدر حكم فيها اليوم وبالتالي يبقى من المتوقع إن شاء الله أنه يظهر حكم بناء على الحكم اللي صدر اليوم طيب لكن احنا كنا طلبين وقف الدعوة الحكم بوقف الدعوة اللي حين الفصل في الدعوة بتاعة الأسلام رهود السوكيل طيب دكتور مجدي هل يعني يقوم الدكتور مجدي مهران يعني عارف أنه حتك تقدمت دلوقتي بمناشدة واضحة علنية لرأب هذا الصدع وتهدئة هذا الخلاف وبر الوالد الأستاذ رشوان لكن هل قمت باتصال مباشر مع الأستاذ آية بعد صدور رفض الدعوة بضرورة أنه بقية المصالحة تتم فيه إطار المحيط الأسري والعائلي هو الحقيقة أنا مليش اتصال مباشر بالأستاذ آية ولكن أنا اتصال بها عبر القنوات التلفزيونية دعتها برضو للعودة للوفاق والصلح مع الوالد رغم صدور والحكم ورغم أنه سبق أنه ناديناها من أول جلسة حتى الأخيرة ندعوها للصلح مع الوالد أخيرا برضو إحنا مهم عندنا نطمئن على صحة الأستاذ رشوان باعتبر أن حضرتك أكيد على اتصال دائم ومستمر ولسيق به الحمد لله الصحاته كويسة وهو بتمسع شفية من المرض بتاع الكورونا وأصبح في حالة جيدة نسأل الله له الصحة والعافية وطلط العمر اللهم أمين اللهم أمد لو في عمره وبارك له فيه أشكرك جدا جدا دكتور مجدي مهران محامي الفنان الكبير أستاذ رشوان توفيق وأعتقد الكل يعني مش هيختلف على مسألة أننا نضم أصواتنا جميعا لضرورة استيعاب هذا الخلاف في المحيط الأسري والعائلي أتمنى يعني بيقى برضو صعب قوي أن نتلاقي خلافات أسرية ما بين الأهل وبعضهم تصل إلى المحاكم ثم تصل أيضا إلى صفحات الجرائد المواقع البرامج مسألة مش لطيفة على الإطلاق على الإطلاق